بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنبتدي محاضرتنا في الـ database management system على الـ database security هنتكلم على الـ types of security issues يعني الـ threats بتاعت الـ database والـ control measures والـ security والـ authorization system والـ database administration هنتكلم على الـ types of security issues ايه الـ different security issues اول حاجة الـ legal and ethical issues ان انا قريدي نينة اللي ليه اللي هو الـ 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 اخلاقية او اخلاقية لانه هو يدخل على الـ database بتاعتي الـ policy issue اللي هي وسائل التمين بتاعتها والحياة اللي هي علاقة بالـ system related issue وازاي ان انا عندي الـ different security levels لازم انها تتحقق الكلام ده لازم عشان ابقى فهمه لازم ابقى عارف ايه threats to databases او threats اللي هي اللي بيحصل للـ database او ما بيحصل لها threats فبنقول threats to the databases can result in the loss of degradation of some or all of the commonly accepted security goals يبقى احنا عندنا security goals ولو حصل عندنا threat او هجوم او يعني ايه شيء معين بينتقص هذه الـ security فده بيؤثر بشكل ما على اكتر من حاجة اول حاجة عندنا loss of integrity يعني ايه loss of integrity database integrity refers to the requirement that information be protected from improper modification يعني ازاي ان انا الـ data بتاعتي دي ما يحصل لهاش اي تعديل او تغيير بشكل من حد ملوش الحق ان هو يقدر يغير فيها فده اللي احنا بسميها loss of integrity يعني الـ data دي ازاي انا انا احافظ عليها من غير ما يحصل لها تغيير او modification بشكل خاطئ ده 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 المجمل ان انا ازاي احافظ على الـ data اللي بتاعتي اللي موجودة في الـ data base ان هي ما يحصل لهاش اي تعديل او تغيير او الغاء او حفق بشكل خاطئ loss of availability الـ availability معناها ان الـ data تبقى موجودة all the time when i needed it فبالتالي ان انا لو حصل ان الـ data دي ما بقيتش available في فترة من الفترات فتي حتبقى مشكلة تخيلوا مثلا data base بتاع شركة الطيران وبيحصل عليها حاجز online والـ data base دي الحاجز بتاع شركات الطيران او حاجزة بوكينج او e-bookers او whatever يعني من السايتز الـ data base بتاعتها واقع حصلها فلير دي تبقى مشكلة مش مشكلة تبقى مشكلة طبعا فهنا data base availability معناها ايه refers to making objects available to a human user or a program to which they have a legitimate right يبقى الـ data base availability refers to making objects available to a human user or a program to which they have a legitimate right يعني انا عندي loss of integrity وعندي loss بتاع confidential ان الحاجز تبقى فيه lossing لـ confidential فالـ integrity ان انا حد يغير في الـ data في الـ في محتوى الـ data الـ data نفسها السلامة الـ data او بمعنى صحة مش سلامتها ان هي الـ data دي ما سنفترض ان المدير او CEO بتاع الشركة هو اللي منحق ان هو يشوف الـ data دي فهل ينفع موظفي قدر ان هو يشوف الـ data دي مالوش صالحيات فبالتالي ان الـ data اتحولت الـ confidentiality بتاعتها من نوع لنوع فازاي ان انا اقدر اخافظ على الـ data دي كـ protection من unauthorized disclosure unauthorized disclosure معناها ان حد مالوش الصلاحيات ان هو يدخل على الـ data دي نيجل النوع اللي بعد كده الـ control measures يعني ايه الـ control measures to protect databases against these types of threats and to provide security of data in databases for kinds of control measures can be implemented يعني عشان احميه الـ data bases من threats او التهديدات اللي بتقابلها فيه اربع حاجات من الـ control measures لازم يحصلها implementations او لازم تطبق حاجة اسمه الـ access control حاجة اسمه الـ inference control حاجة اسمه الـ flow control وحاجة اسمه الـ data encryption طب ايه كل نوع وايه الفرع ما بينهم الـ access control من اسمها دلوقتي مين اللي ليه الصلاحيات ان هو يكسس مين اللي ليه الـ privilege ان هو يكسس الاشخاص اللي معهم username و password يبقى الاشخاص اللي تم اعتمدهم من الـ database administrator ان هما اقدروا يدخلوا على الـ data D يقدروا يعملوا الـ login على الـ database هما دول اللي ليهم الـ access control يبقى اهمية الـ access control انا دلوقتي لو واحد داخل على عندي اكتر من موظف فيهم نفس الصلاحيات على دينتها معينة وموظف عمل غلطة معينة اقدر اكتشف مين الموظف ده؟ اقدر اقدر اعرف مين اللي عمل التعديل اللي مش مظبوط؟ اقدر اقدر بالتالي ان انا حاسبه طيب هل في حد لي access control اعلى من الموظف ده؟ اكيد في حد اعلى يقدر ان هو يعدل الكلام ده اقدر اكتشفه انا كده اقدر اكتشف كل ده يبقى بالتالي الـ access control بيديني وبيديني user accounts وبيديني password اقدر انا بيها ادخل على الاتباس management system according لي البرواج بتاعتي according لي صلاحيات بتاعتي inference control statistical database which is used to provide statistical information or summaries of values based on various criteria security for statistical databases must ensure that information about individuals cannot be accessed the control measures to assess statistical database security problem is called inference control measures في حاجتين ممكن يحصلوا في الاتابيس ممكن ان الاتابيس تبقى تديني statistical او حاجات احصائية فانا لازم ان انا بحمل statistical دي ان محدش يشوفها غير الناس المختصين فلو انا شركة مثلا بتاعت شركة بتاعت مثلا شركة موبايل واكيد في شركات ثاني شركات موبايل تانية موجودة فلو انا ال data بتاعتي اللي فيها statistics اللي فيها استخدام ال users للشبكة بتاعتي او اتت ثروة او اكتر استخدام بيهم او ال offers اللي انا بقدمها بيستخدمها بشكل معين لو انا المنافس بتاعي عارف المعلومات دي موش دي مشكلة اكيد مشكلة لان هو كده عارف مصدر قوتي او مصدر ضعفي فممكن يعمل offers او ممكن يقدم معروض تانية تبقى تستغل لنقط ضعفي او تستغل لنقط قوتي فبالتالي يحقق revenue او يحقق اربع اكتر مني يبقى ال statistics او الحاجات اللي هي علاقة بال statistics دي مهمة جدا ان انا يبقى الناس لها مش اي حد يقدر يدخل عليها وفيه data business مخصوص اصلا احيانا بتتعمل عشان statistics لاهميتها فمثال مثال تاني لو احنا اسمنا عن business analytics او ده علم موجود بشكل كبير اليومين دول وطرع ما فترة مش بعيدة الفكرة بتاعته ان انا ازاي ان انا بستفيد من ال analytics او من ال data اللي موجود عندي ان انا الشركة او المؤسسة تقدر تحقق ارباح اكتر فلان افترض ان فيه بنك والبنك ده عنده بتاعت العمله والعمله بيشتره بشكل معين فهو بيقدر من ال analysis بتاعت ال data base اللي هي عنده يعرف العمله بيشتره من اي جهات او اي شركات او اي مطاعم ويقدر يعمل معهم يقدر يدي معهم offers ممكن يعمل موحى كترة جدا بناءا عن ال business الى ممكن تحصل عن ال data دي فتخيلوا ان ال data دي تروح لحد تاني او تروح اكيد هتبقى مشكلة تالت حاجة اللي هو flow control يعني ايه flow control another security issue is that of flow control which prevents information from flowing in such a way that it reach unauthorized users unauthorized users يعني لو جينا الجزء اللي فات عرفنا ان احنا already ان ال data بتاعتنا دي ما ينفعش ال data base ان حد يدخل عليها غير الناس اللي ليهم اكسس عليها والجزء اللي بعد كده اللي جينا قلنا عليه ان لو حد لو ال data بتاعتي رحت ال competitor مش دي هتبقى مشكلة ال competitor بقى ال competitor بقى رحت ال competitor تبقى مشكلة ده اللي احنا نسميه flow control ده التكملة بقى ان انا ازاي ان ال data بتاعتي او ال data بتاعتي ال database ان هي تروح ال unauthorized users او المنافسين او المنافسين flow control check the information contained in some objects does not flow explicitly or implicitly into less protected objects a flow a policy specified a channel along which information is allowed to move ببساطة احنا عندنا الحاجات المعلومات المهمة جدا بتحط حاجة زي زي around ان هي تتحطى له حرف زي c فده ابسط حاجة من flow policy بتاع two classes information ان هي confidential او non confidential اجهي ده المعلومات اللي موجودة بجهات مؤينة في مؤسسات مؤينة ده كل دولة في معلومات مهمة في confidential فبيتعامل اساليب كتيرة جدا لحماية هذه المعلومات وبالتالي مهمتها ان هي تمنع ان ال data تروح unauthorized users يبقى هل هي علاقة بال influence control influence control ان ال data بتاعت ال statistical data base ما تروحش لناس ما عندهمش او ما حدش يدخل عليها اللي هو مالوش صلاحيا ان هو access لكن لو حد بقى ان هو access بقى ويبقى عنده ان ال data تتنقله ده اللي احنا بنقول عليها flow control نيجي النوع الاخير هو data encryption و data encryption ان انا قريدي بعمل encryption ال data يعني بعمل لها بشفرها بمعنى اصح بعمل لها انكريبشن بعمل لها ازاي ان محدش بذات ال data المهمة ان محدش يقدر يدخل عليها او محدش يقدر يفهمها لانه معمول لها انكريبشن زي credit card numbers مثلا لو انتم بصيتوا في المسيجز اللي بتتبعت لكم credit card بيحطش credit card بيحطش credit card بيحط اخده خمين او تلاتة فده نوع من انواع الانكريبشن فبيقول a final security issue is data encryption which is used to protect sensitive data such as credit card numbers that is being transmitted by some communication network type the data is encoded using some encoding algorithm وفي انواع كتيرة من طرق تشفير البيانات an authorized user who access encoded data will have difficulty discovering it يعني الحاجة ما بيبقى محمول لها شفرة او encoding فاللي بيدخل على ال data اللي لو دخل عليها عشان يحولها لشكلها الاصلي ده بيبقى موضوع صعب يعني افترض مثلا كلمة final لو انا كلمة final دي شفرتها بارقام يعني خليتها مثلا ثلاثة اتنين خمسة ستة سبعة انت فهمت حاجة لأ ده ده حاجة بمثال بسيطة او حطتها stores او حطتها اي حاجة بطرق مختلفة بفي انواع كتيرة من شفرات فهل انت فهمت حاجة لو انت عملت اكسر اكيد لأ فبالتالي ال user لما انا بشفر ال data ده بقى صعب عليهم مهمة انه هو لو حتى دخل على ال data انه هو يدري فهمها but authorized users are given decoding or decrypting algorithm or keys to to shiffer data يعني ايه؟ يعني الناس بقى اللي هي authorization بيبقى معاهم بقى مفتاح او algorithm او طريقة معينة لتعمل بقى decryption للحاجات اللي هي هل ستارز بتحولها للحروف تانية او بتحول الارقام او الارقام بتحولها للارقامة الحقيقية whatever ففيه طرق مختلفة للكلام ده ده الجزء الاولاني من المحاضرة بتاعتنا هنكمل جزء تاني منها ان شاء الله